موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة نتمنى تكونوا في احسن احوال معكم زهرة من قناة زهوداليس في اطالة الوصفة الرمضانية يومك نقصرح لكم كريب مالح بوحد الحشوة بسيطة اقتصادية وكالجيه هائلة في المضاق بيانسير مع جميع النصائح باش ينجح معكم الكريب بالنسبة الناس المبسدئين والناس اللي ما كيستقش لهم فما نطورش لكم ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير فرجة ممتعة بالنسبة المقادير ديال العجين والحشو هنا عندي واحد ميسين وخمسة وعشرين جرام ديال دقيق الابيض عندي نصف لتر من الحليب البارد عندي جوج بيضات هنا يا مليحة اللي بزار الاعشاب المناسمة ممكن تنسمون باش ما بغيتو وهنا عندي واحد خمسين جرام ديال زبدة اللي كتكون دايبة بالنسبة الحشو عندي هنا يا لدان تفهمي اللي قطعتها هكاية طريفات صغارين مربعة صغار عندي هنا يا واحد ثلاثة ديال الحبات ديال بورو اللي مش لضين ممكن ديروه بسالة بيضة عندي هنا يا الاعشاب المناسمة مليحة اللي بزار هنا بنسبة لابي شمال عندي معلقة ديال الطحين معلقة ديال الزبدة واحدة ربعة او كاس كبير ديال الحليب الو غادي مبدأ بالعجين ديال الكريب او فوحد الكاس ديال مولي ناكس غادي نخلط المقادر كاملة غادي مبدأ بالحليب غادي نضيف ليه جوج حبات ديال البيض اللي من الافضل يكونوا او درجة حرارة المطبخ غادي نضيف جميع المكونات اللي بقت الزبدة او بالنسبة لتنسيم ديال الكريب ممكن تسموهم ماش ما بغيتوه ممكن ديرو المعدنوس او البودر ديال الفخوماج اي حاجة متوفرة عندكم او كتفضلها ممكن تخدمو بيعا فا بالنسبة الدقيق غادي نخليه هو الاخراني باش ما كيلسقش ليه في الكاس في الكاس المولي ناكس الزهد غادي نضيف اه طحين في الاخر كيف قد لكم اللي يكون مغربة من قبل وغادي نطحن هاد المكونات حتى توليليا متجانسة ونفو تخلط لي غادي نحبس ما بقاش نطحن بزاف غي واحد ثلاثة او اربع ديال دقايق فهي كافية هنا فكي كل قوام ديال الكريب بديالي بهاد الطريقة هادي غادي نحتفط به جانبا واحد نصاعة على الاقل بيد ما وجدت الحشوة باش من بعد غادي نبدأ مطيبة هنا في واحد المقيلة فادرت شوية ديال زبيدة وشوية ديال ازيسة رومية ضفت ليهم البورو ديالي وهنا غادي نضيف لي واحد شوية ديال مليحة حاولوا انكم ما تتمل الحش بزاف لان هنا لادان فومي لكي تكون ديجا مالحة ووووووو wrap غادي ننزل هاداك البورو بهاد الطريقة هادي مزيان ومن بعد فا غادي نضيف لازان فومي ديالي هنا يوجد فمي بلاي بزار ممكن تسعملو الشاركويترين اللي كتفضله هنا من بعد غدين نشحرها لان واحد شي شوية لانها كتكون ديجة طيبة وغدين بدين نضيف لها هنا يا التوابل هنا غدين زيت شوية ديال المليحة غدين نضيف الاعشاب المناسمة تقريبا واحد نص ملقة صغيرة وفي الاخير غدين نضيف واحد شوية ديال اللي بزار غدين نشحر هاد المكونات مزيان واحد جوج او ثلاثة ديال دقايق حتى ديكالاترية قد تخليها مع البورو او لدان تفومي وغدين نحتفظ به جانبا بدماء وجد لبشامل ديالي رغم البساطة ديال هاد العمارة هادي الى انها كتجي رائعة جدا مم بوغ لكيش بوغ اي حاجة هنا غدين ندوز نوجد لبشامل ديالي ديجا انا خدمتها معاكم من قبل غدين نعودها هنا ديال الزبدة ديالي الدوب غدين نضيف لها هذه المعلقة ديال الطحين وغدين نخلط بهذا الفوه مزيان واحد الغلط اللي كيدره بزاف ديالناس انفاء كيزيدوا الطحين من بعد كيزيدوا الحليب طحين خصوي طيب غدين تخليه واحدة ربعة تل خمسة ديال دقايق قبل ما تضيفو الحليب ديالكم بها الطريقة حتى كيو اللي عندو هاد القوام هادا او ما يسمى بلغو دونك من بعد فغادي تبدو تضيفو الحليب تدريجيا دونك هنا يا فأنا مع هاد الكيمية ضفت ربع لتر من الحليب ضيفو ولا جوج او ثلاثة ديال المرات فمن بعد ما غادي نضيف الحليب ديالي بانسور غادي نبدأ نخلط ما غاديش نحبس من تحريك حتى هاديك الكريم كتقاليا في ديال وكتاخد واحد القوام اللي كيكون عاقد ما كيبقاش عنديها كيا سائل دونك هنا يا من بعد ما غاديس بدا تستباليا كتطلع في ذاك الحليب الغليا غادي نسمو باش ما بريت هنا هنا فغادي نضيف ليه غادي نفس الحليب التي ضفت رحو شو ديالي واحد شوية ديال المليحة ما تبقى داجه ضفت رحو شوية ديال توابل منسيما وهنا غادي نضيف شوية ديال اللي بزار بالنسبة لباش عارفواź لبودة ديال فخوماج هادي غادي نضيفها باش با aperتبل من ديال الفخوماج ولكي لكي غادي تدير الفخوماج حمر او الموزاريلة ما تضيفوهانش بالنسبة لهذا البودر فهي متواجدة عند بائعي مستلزمات الحلويات وكتعطي واحد لقوف فمي صراحة غزال دونك هنايا غادي نحفظ غادي ننزل بلوتو هاد الحشوى ديالي فواحد سلافة دونك غادي ننزل لها كاملا ميم تكون سخونة ممكن ومن بعد فغادي نضيف لها هديك سلسة البشاميل كيف كتشوفو فانا كنخليها شوية خفيفة لان انا مازال هاد العمارة هادي غادي سبردلينا وهاديك اللعباش عمل مازال غادي تقبط فراصها غادي نخلط هاد المكونات بجوج لعباش عمله لداند فيما مع البرو ديالي وغادي نحتفظ به جانبا بدماء وجد الكريب ديالي هنا غادي ندوز باش نطيب الكريب ديالي فانا ديجا دارت واحد المقيلة ديال طيفال تسخن غادي نخلط المغرفة ديالي وغادي نكبها بهذا الطريقة وانميل شوية المقيلة ديالي مهم ان ننضيفو ضقا وحدا ما بقاوش اشاق فو نديرو زع ما ديكوش ديال هاد العجين غادي نقصو عليه العافية عافية تكون متوسطة وغادي نخليوهي طيب على خاطره حتي بانو ليا دوك الجوانب بدوك يتحمره ما تقاوش اشاق فو تقلبوه وترجعو لكريب ديالكم خليهم ياخدو قيتهم في الطياب ويطيبوه مزيان هنا فلا يكيبال لنا انهم تحمروا غادي نقلبهم الجيهة الاخرى هنا غادي نقص مازال العافية ونخليهم يطيبوه على خاطرهم غادي نستمر بنفس الطريقة حتي نسيلي القيميه ديال الكريب اللي عندي فههه مهم جدا انه قمسا طيوهو مقيتهم في الطياب باش كمسا مكيتشوتش لكم وكيجيو مع الجنين سوف نتفض بها جانبا في طبص اللي يكون فيه منديل ونغطيه كيف تشوفو فانا هنا عندي الكريب ديالي هاد الكيميات اتني 12 حبة انا كنت مغطيهم بهاد المنديل باش ما كيبقوا ليطريين وما كينشفوش وهنا كيف كتشوفو الحشو ديالي كسكون هكا ياقب تفرصها كيف قد لكم لا باش عمل فهي كتنشف غادي ناخد واحد الكريب ديالي بهاد الطريقة كيف كتشوفو كيجي ورقاقين وكيجي وصراحة بنينين غادي ناخد واحد المعلقة ديال العمارة غادي نديرها الوسط اه تقريبا واحد المعلقة كبيرة فانا الحوشو اجتني نينشا مع الكيميه ديال الكريب اللي عندي وغادي نطوي بهاد الطريقة بحل ما كنكونو كنطويو فشي مسمنا بيانسور بالنسبة لشكل ممكن تبطلوه سلون داكشي اللي كتبغيو انتوما فانا من بعد غادي ندخلهم الفران يكون مسخن من قبل لدرجات حرارة 150 درجة غير باش يتحمروا ليه ودي كلابه شامل ما زال كتسخن وكتسيح ليه فوست الكريب غادي ممكن انكم تقليوهم ديرهم لشبلوغو البيض ولكن انا كنفضل هاد طريقة هاد فانطلقاو مع تقديم نهائي الطبق ديالي وكيكونو هادو ماليكريب ديالي من بعد موجدو انا من بعد مخرجتهم من الفران وشيتهم شوي ديال فخوماج وزاتر كغابل لك شيليكين الوسط اه فغامون كيجيوا رائعين رغم البساطة ديال الحشوة ديالهم فكيجيوا جدا جدا رائعين انا هنا قدمتهم مع واحدة صوب ديال بروكودي والقرع الحمراء اللي غادي نشاركها معكم في مباد نتمنى ان الوصفة ديال اليوم تنال اعجاب ديالكم وتجربوها بالنسبة الناس اللي عادل تحقو بالقناة ما تنسونيش من اللي لايك ولي كومنتيخ وكذلك ما تنسوش تشتركو في القناة وتفعلو الجرس باش يوصلكم كل جديد طبعا الا كان عندكم شي اقتراح ولا بغتو شي وصفان جربها فمعليكم الا تخليوا هاليا اون كومنتيخ منطوش اليكم خليتليكم الراحة والى فيديو مقبل ان شاء الله دمتم في رعاية الله شكرا